التاسعة صباحا في القاهرة موجود للأهم بالأخبار أهلا بكم يبدأ رئيس عبدالفتاح السيسيا اليوم زيارة للولايات المتحدة الأمريكية تستغرق خمسة أيام تشمل لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فضلا عن لقاءات مع كبار المسؤولين وعلى نسيه مائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجي وعضاء بالكونجرس وغرفة التجارة الأمريكية وفي تصريحات له قبل زيارة رئيس أكد سفير ياسر دا سفير مصر في واشنطن أن الرئيس سيلتقي خلال الزيارة مع عناصر القوى الخمسة في المجتمع الأمريكي وإشارة إلى أن مباحثاته سوف تتركز على التحديات التي توجهها مصر وعلى الأسيه الإرهاب وسيستعد رئيس برنامج الإصلاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في سياق المتصل قال مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسعى إلى يعادة بناء العلاقات الأمريكية مع مصر في اجتماعه يوم الأثنين المقبل مع الرئيس السيسي واشارة لأنه سيركز أجدا على القاضي الأمنية والمساعدات العسكرية تظهر ألاف الليبيين في مدينة بنغازي تنديدا بتمثيل رئيس المجلس الرئاسي فايزي سراج لليبيا في القمة العربية وقد ندد المتظاهرون بكلمة السراج خلال القمة التي اتهم فيها مجلس نواب الليبي بعرقلة الحال السياسي مشيدين بدور المصري في حل هذه الأزمة كما استنكر الحراك الوطني الليبي في طبرق مشاركة السراج في القمة العربية استعد الجيش السوري السيطرة على غالبية المناطق التي خسرها في محافظة حماء في وسط البلاد بعد عشرة أيام من المعارك العنيفة وقد أوضح الجيش السوري أنه تمت استعادة السيطرة على 75% من المناطق التي خسرها في ريف حماء الشمالي نهاية مجزر الأخبار شكرا لكم وإلى ملتقا